إذا كانت جيمس الرجل الجذاب هو الأكثر شهرة في عائلة بوند في العقود القليلة الماضية فإن شهرته اليوم انتقلت إلى فرد آخر من أفراد العائلة والذي صار فجأة على لسان كل لبناني هو اليورو بوند الذي وعلى عكس ما يوحي به اسمه لا يرتبط حكما بعملة اليورو اليورو بوند هي سندات سندات يعني ديون الدولة اللبنانية أخذتها بالأسواء العالمية بيسموها اليورو لأن أوروبا هي تبقى مركز التداول بالأسهم وبالتالي والسندات وبالتالي اليورو هي علاقة أكتر بأوروبا ولكن بتعني عالمياً مش مدلوها جغرافياً هالسندات بيتم تداولها يعني أنت بتشتري سند تعطيني أموال بتاخدي السند وهالسند بتباعي بالأسواء ممكن بيعيه بأقل من السعر الاسمي عليه أو بأكتر طبعاً للعرض والطلب وهون سأل إذا بدك الجاذبية طبعاً أي سند بالعالم هلا كلما كانت الدول مخاطرة عالية كلما بتبطار تدفع فيدي أعلى هو خيار إذن يمكن أن تلجأ إليه أي جهة سواء كانت شركة خاصة أو مؤسسة عامة أو دولة بعد جولة استطلاع عالمية بحثاً عن شارين محتملين وفيما أشارت معلومات إلى أن نسبة الدائنين الأجانب في استحقاق شهر آذار ارتفعت في الأسبوعين الأخرين من أربعين إلى ستين في المائة وهو ما أكده النائب نعمة فريم في تغريدة له قائلاً أن شراء البنوك الأجنبية للسندات بلغ أكثر من خمسة وعشرين في المائة من الإصدارات فإن السؤال هو عن قانونية عمليات البيع هذه علماً أن رأياً وازناً يرى أن الجريمة تكمن في صلب ذلك لا في التخلف عن دفع الاستحقاقات بس فيه قداعيات للموضوع يعني بس تكون الجهة أجنبية أكثر من الجهة لبنانية اللي عم تدين الدولة بس أول شيء ما عندك لبنانية قوات ما استعدين يدينه لدولة طبعاً أهوان علينا كالأدولة لبنانية يكون صاحب السند لبناني لحتى فيه حاصر مشكلة لسا مخال الله مع اللبناني فيك تتعامل وتحكي أكثر وتخطي وطاعت أكثر مع الأجنبي في التاسع من أذار أولى استحقاقات اليورو بونز لعام 2020 حيث تنقسم الأراء بين داعينا إلى الامتناع عن الدفع وإعادة الجدولة وبين من يرون أن الدفع أولوية للحفاظ على سمعة لبنان في السوق العالمية وذلك على قاعدة صديقنا جيمس make sure he doesn't get away أو أحرص على أن لا يهرب جوال الحج موسى قناة تيكوك ترجمة نانسي قنقر